السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهرامات الجيزة هي واحدة من المنشآت اللي حيارت العلماء والبحثين لقرون كتير وخصوصاً الهرم الأكبر هرم خوفه مكون من 2 مليون و300 ألف حجر والأحجار دي تقيلة جداً لدرجة إن وزن الحجر الواحد منهم يتعدى 70 طن وفي نفس الوقت الهرم ارتفاعه عالي جداً حوالي 150 متر أنا عارف إن معظمنا مش بيحب لغة الأرقام لكن الأرقام دي فعلاً مهولة إزاي الفرعنا الجمدين دول قدروا إن هم يرفعوا حجارة تقيلة بالشكل ده للارتفاع العالي ده المهمة دي صعبة علينا إحنا في العصر الحالي حتى مع وجود التكنولوجيا والمعدات وأساليب البناء الحديثة فإزاي بقى ناس من أكتر من 4000 سنة فاته قدروا يبنوا المنشأ الضخم ده وهم ولا كان عندهم تكنولوجيا ولا معدات ولا أي حاجة وكل اللي كان عندهم مجموعة من الأدوات المعدنية البسيطة وبعض الأخشاب والأغرب بقى من ده كله هو إزاي الناس دي قدروا يسبتوا الحجارة بتاعت الهرم فوق بعضها من غير أي مودة أسمنتية أو مودة لاصقة والإجابة على السؤال ده حاجة من الاتنين يا الناس دي مخاوية على سمح الله أو إنهم قدروا يوصلوا لطريقة معينة في البناء مش محتاجة ولا تكنولوجيا حديثة ولا أدوات معقدة لكن طريقة بسيطة جداً ومن كتر بساطتها مجاتش على بال حد أهلاً بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي من أسئلة نص الليل هنجاوب على سؤال إزاي الفرعنة بنوا الأهرامات وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول موضوع إزاي الفرعنة بنوا الأهرامات ده موجود فيه مجموعة كبيرة من النظريات بعضها مرفوض تماماً والبعض الآخر مقبول وبعضها طريف لحد ما زي مثلاً واحدة من الفرديات بتتبنى فكرة أن اللي بنى الأهرامات دي هم المخلوقات الفضائية أيها بالزبط كده ورغم أن الموضوع يبني أنه شيء مضحك بالنسبة للبعض إلا أنه بالفعل منتشر مجموعة من الدراسات والأبحاث بخصوص الموضوع ده وعدد كبير من الناس مؤمنين تمام الإيمان أن الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات لكن طبعاً الكلام مش منطقي بالمرة ومجرد فرضية مش أكتر ومن الحاجات الغريبة برضو اللي منتشرة في أذهان بعض الناس هو اعتقدهم بأن الفرعنة كانوا عملقة وأجسامهم طويلة حاجة كده زي العملقة الموجودين في التاكون تايتن وبالتالي ناس عملاقة زي دول سهل عليهم أن هم يرفعوا الحجرة بأيديهم وينقلوها من مكان للتاني ويبنوا الهرام بكل بساط ومش بعيد كمان يكونوا كانوا بيحدفوا الحجرة لبعضيهم وطبعاً الكلام ده برضو غير صحيح الفرعنة ما كانوش ولا عملقة ولا أي حاجة وكانت أطوالهم في الجملة عادية جداً وده بدليل إن أجسامهم مياوات الفرعنة اللي موجودة في المتاحف ولا أجسام ضخمة ولا أي حاجة لكنهم في حجم أي واحد تاني من البشر وكمان لو بصنا على التوابيت بتاعتهم الموجودة في المقابر والمتاحف أو حتى جوة الأهرامات نفسها هنلاقي إن مأسات التوابيت عادية جداً وبرضو مش ضخمة ولا حاجة وبالتالي الفرعنة أجسامهم كانت زينا بس من غير الكرش القصة التقليدية عن كيفية بناء الفرعنة للأهرامات واللي قالوها لنا وحنا صغيرين إنهم نقلوا الحجرة دي من جنوب مصر وجابوها لحد موقع الهرم الحالي ونقلوا 2 مليون حجر وزنهم أطنان خلال المسافة المهولة دي ما علينا وأخيراً بقى عملوا ساتر ترابي حوالين الهرم وبعدين جروا عليه الحجرة الضخمة دي فوق بكر سطواني من الخشب وشدوها بالأحبال عن طريق السيران والعمال وهب بنوا الأهرامات وبالرغم من إن القصة مرت علينا مرور الكرام لكن محتاجين نقف عندها شوية أولاً علمياً علشان الطريقة دي تتنفذ لازم الساتر الترابي ده يكون خرصانة مسلحة لأن ساتر من التراب مستحيل يتحمل وزن 70 طن بيتحرك عليه لأنه ببساطة هيهبط وينهار وكمان البكر الخشب مش هيتحمل الأحمال دي برضه ومحتاجين على الأقل عجلات من الصلب تكون قوية جداً لأننا بنتكلم عن 70 طن وبالتالي طريقة البكر الخشب والساتر الترابي والكلام الفاضي ده كله مش منطقي وحتى لو افترضنا إنهم نفذوا الطريقة دي فحجم الساتر الترابي اللي بيحكي لنا عنه ده لازم يكون أكبر من حجم الهرم بعشر مرات وبعض المفكرين بيقولوا إن بناء الساتر الترابي العملاق ده وبناء الطرق المهولة دي حوالين الهرم وبعد كده إزالتها بيكون ما يكون لها أي أثر بعد كده ده في حد ذاته إنجاز يفوق إنجاز الهرم نفسه وعلمياً مستحيل إزالة الساتر والطرقات العملاقة دي من غير ما يبقى لها أي أثر وإحنا بالفعل ما لقناش لها أثر لحد النهار ده وده بيخلي الحدوتة كلها على بعضها غير صحيحة بعض الفرديات اللي ظهرت حديثاً في محاولة لتأييد النظرية السابقة إن فيه باحثين خمينوا إن الفرعنة أثناء شدهم للحجارة الموجودة فوق البكر الخشبي ده كانوا بيرشوا عليها مية وده هيسهل حركة البكر وهيقلل القوة اللي محتاجينها علشان يحركوا الحجارة دي للنص تقريباً أما بقى بالنسبة للنقطة اللي بتقولي إزاي الفرعنة نقلوا 2 مليون حجر ضخمة من جنوب مصر لحد موقعه الحالي في الجيزة فالبحثين بيرجحوا إن المنطقة الصحراوية اللي موجود فيها الهرم كانت عبارة عن منطقة نهرية وكان موجود فيها قنوات وتفريعات متعددة من نهر النيل وبالتالي نقلوا الحجارة دي عن طريق المية لكن طبعاً في النهاية كلها محاولات لتبرير الطريقة السابقة زي ما قلنا لكن مع كل ده مازالت الطريقة غير منطقية بالمرة وبتحتوي على تساؤلات كتير ملهاش أي إجابة وأهم التساؤلات دي إزاي رفعوا الحجارة الضخمة دي للارتفاعات المهولة دي من غير أي رافعات أو طائرات أو معدات حديثة لكن طبعاً محدش جاوب هل الفرعنة مثلاً كان عندهم جهاز بيخليهم يلغوا الجاذبية في منطقة معينة فيرفعوا الحجارة بسهولة ويجي فرعون هب الفوق تطلع الحجر مكانه للأسف برضو مفيش أي دليل على ده خلينا بقى ننتقل سريعاً لنقطة تانية إزاي الحجارة بتاعت الهرم متسبتة في بعضها من غير استخدام مواد أسمنتية اشتركوا في القناة 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 والتجربة نجحت وحصل على نتائج إيجابية وفعلاً قدر يصنع سخور بالأحجام دي وكمان متلسقة مع بعضها البعض وحالياً القائمين على البحث بيحاولوا يوصلوا لتركيب الخلطة اللي الفرعنة استخدموها وبيقولوا إن سر الخلطة دي واحدة من الأسرار الكتير اللي الفرعنة كانوا عارفينها زي ما كانوا عارفين في الفلك والكيمياء وفي الطحنيط يعني من الآخر كده صخور الأهرامات كانت عبارة عن مادة أشبه بالخرسنة الأسمنتية السائلة اتصبت في أوالب فارغة مستطيلة الشكل ولما بتجف بتبقى صخور متماسكة ومتنسق ودي الطريقة اللي بانوا بيها الصرح العظيم ده ومش بعيد يكونوا كمان استخدموها في المباني التانية اللي زي المعابد والمسلات الضخمة يعني ولا كانوا بيرفعوا حجارة ولا بيحركوها دول كانوا أصلا بيصبوها في مكانها داخل أوالب وطبعا مش بنقول إن فرضية الصب دي هي الطريقة الأكيدة اللي الفرعنة استخدموها في بناء الأهرامات لكن بنقول إن دي إلى حد ما هي أكتر الفرضيات المنطقية والمقبولة وممكن يظهر في يوم من الأيام نظرية تانية توضح الموضوع أكتر وأكتر وأخيرا محدش يقدر ينكر إن الفرعنة وصلوا لدرجة من العلم في بعض المجالات ما قدرناش نوصل لها لحد النهاردة وده بالرغم من التقدم والتكنولوجيا الحديثة اللي إحنا بنمتلكها وبكده نبقى جاوبنا النهاردة على سؤال إزاي الفرعنة بنوا الأهرامات وكالعادة لو فيه سؤال محيارك في نص الليل وإنت ممدد على السرير ومش عارف تنام اكتبه لنا في التعليقات علشان نجاوبك عليه ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر